ومن بغداد ينضم إلينا دكتور علي البياتي عضو مفوضيح حقوق الإنسان يعني لو نبحث في التفاصيل الأساسية لماذا تلوثت أساساً مياه البصرة نعم مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم مساء النور نعم قضية البصرة وما يحدث في البصرة الآن يعني هناك انتفاضة منذ شهر السادس واحتجاجات واعتصامات وتظاهرات في محافظة البصرة ما يحدث هو إزالة الستار عن التراكمات ومخلفات الحكومات السابقة والمتراكمة والحالية لسوء الخدمات وعدم اهتمام هذه الحكومات بمعاناة المواطن العراقي وبتأسيس بناء تحتية حقيقية فسمعنا قبل شهر أو شهرين حول مطالبات بالوظائف والكهرباء واليوم نسمع بمشكلة المياه مشكلة المياه في البصرة ليست بجديدة منذ الثمانينات هناك تقارير تتحدث عن ضرورة إنشاء مشاريع استراتيجية توفر العذب للبصرة ولكن أهالي البصرة كانوا يعانون بصمت وكانوا دائما متحملين ويأملون بحكومات تقوم بإنقاذهم وتقوم بمساعدتهم طيب أنت ذكرت أن أهالي البصرة كانوا يعانون بصمت لكن الآن يطفو على السطح أن هناك أربعة ألف حالة وفاة نتيجة المياه المسممة إذن هنا يجب التحرك الأكثر نحو حلول أكثر تنفيذيا على الأرض الواقع ماذا أنتم فاعلون؟ نعم عفوا الرقم هو أربعة آلاف أو أكثر طبعا للقامة المتوفرة عندي إصابة الإصابات هي تتراوح ما بين حالات إسهال وحالات تسمم وفي الغالب هي بسبب ملوحة الماء لا توجد حالات وفاة لحد الآن ولكن الأعداد كبيرة تحتاج تصدي من قبل الحكومة هي أربعة آلاف حالة تسمم نعم تسمم في النهاية هناك مشكلة هناك قضية تحتاج تحرك الحكومة المركزية والحكومة المحلية وأن يتحمل كل جهة مسؤولياته أمام هذا الموضوع قضية المياه تتعلق بوزارة الموارد المائية وتتعلق بوزارة البلديات وتتعلق بالدوائل المعنية في الحكومة المحلية فالكل يجب أن يتحمل مسؤوليته نعم على المدى البعيد نحتاج مشاريع استراتيجية ولكن على المدى القصير نحتاج حلول آنية وهي من مسؤولية الحكومة بكل تأكيد بالإمكان مطالبة الجهات الدولية بالدعم في هذا الموضوع ولكن ما يحدث في البصرة الجانب الإيجابي فيه أن المواطن البصري اليوم وصل إلى قناعة أنه لا يمكن توفير الخدمات إلا بالمطالبة وإلا بالقيام بموارسة الحقوق الدستورية وهي التظاهر والاعتصام والمطالبة بذلك كمفوضية حقوق الإنسان من خلال قانوننا رقم 53 إلى 52 سنة 2008 من هي الجهات الدولية أو المنظمات التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة هذه المعضلة؟ بكل تأكيد الأمم المتحدة اليوم موجودة في العراق من خلال مكتب رسمي عن طريق منثلية اليونامي الاتحاد الأوروبي موجود هناك الكثير من الدول توفر منح لمشاريع وخدمات وهناك الكثير من الجهود والتجارب العالمية التي بالإمكان الاستفادة منها ما حدث للأسف على مدى 15 سنة مشاريع وهمية أموال ومليارات وميزانيات انفجارية ذهبت بدون توفير شيء للمواطن نعتقد من الضروري أيضا أن يتحرك القضاء ومن الضروري أن يتم تحريك دعاوة ضد المسؤولين عن سوء الخدمات مدينة البصرة هي مدينة كريمة وغنية بوارداتها ولكن للأسف فقيرة لحد هذا اليوم وبعد مرور 15 سنة بهذه الخدمات الرئيسية وهي كارثة بمعنى الكلمة لذلك من الضروري التحرك لمساعدة أهالي البصرة نحن طالبنا عن طريق مفوضية حقوق الإنسان ولدينا أيضا وفود تقوم بزيارة المحافظة للاطلاع بشكل كامل ولدينا أيضا من خلال قانون الحق بتحريك دعاوة ضد المسؤولين عن ما حدث شكرا جزيلا لك دكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الإنسان كنت معي بغداد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة